غزة أعود إلى زميلي هنا في الستوديو عصام عكريماوي عصام طبعا مجمل ما قالوا الحياة تحدث عن الشهداء الذين ساقطوا الفلسطينيين الذين ساقطوا في تظاهرات اليوم واستخدام طبعا ساقطوا بالرصاص الإسرائيلي السؤال هنا يعني في أول جمعة كان هناك عدد كبير في الجمعة الثانية قل عدد القتلى الفلسطينيين حتى في الجمعة الأخيرة اختفى هذا العدد لربما تغيير التكتيك العسكري الإسرائيلي في مواجهة المتظاهرين لماذا اختلف اليوم ذلك التكتيك وعاد إلى عملية القتل الإسرائيليون كان لديهم هاجس من اندفاع عشرات ألاف الفلسطينيين من غزة باتجاه الشريط الحدودي والعبور إلى الجانب الإسرائيلي اقتحام المستوطنات والقرى الزراعية المحاذية للشريط أو ما يرى بغلاف غزة لذلك استعدوا بشكل كبير كان أيضا هناك حديث عن أن المسيرة الكبرى ستقع في هذا اليوم وهو الأمر الذي ربما أدى إلى أن يربك الإسرائيليين أو يصيبهم بنوى من الاضطراب من حدوث ما يسمى بالسيناريو المرعب وهو اندفاع عشرات الألاف باتجاه الحلول الإسرائيلية وربما هذا يفسر العدل الكبير من القتلى والجرحى هناك أكثر من ألفين ومائتي جريح اليوم سقطوا البي بي سي في غزة تحدث عن أنه لم يكن هناك استخدام للأسلحة من أجانب الفلسطينيين بالنسبة للإسرائيليين هم تحدثوا عن أعمال شغب ومحاولات اقتحام للسطار أو الشريط الحدودي إذن هناك روايتين مختلفتين كليا الفلسطينيين يتحدثون عن مسيرة سلمية الإسرائيليين يتحدثون عن محاولات الاقتحام الحدود وإيقاع إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي والمزارعين الإسرائيليين طيب المزاج الدولي فيما يتعلق بما حدث اليوم في قطاع غزة هل هناك من يتحدث عن استخدام إسرائيل للقوة المفرطة أمنستي انترناشن ومعظمة العافة الدولية أشارت إلى هذا أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك استهجان كبير لما حدث اليوم في غزة من استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي. هناك الكثير على تويتر مثلا من المشاركين الذين أعربوا عن انزعاج وقلقهم وإدانتهم لهذا الاستخدام. بالمقابل كان هناك من يدافع عن الموقف الإسرائيلي ويقول إن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. إذن هناك انقسام في الأراء حول هذا الموضوع. هناك كما قلنا حمدان روايتين مختلفتين كليا بهذا الشأن. الزميل الصحفي في بي بي سي عصامي كريماوي. شكرا جزيلا لك. شكرا. وفي معرض ردود الفعل الدولي على تدشين السفر الأمريكية في القدس.